الحمد لله الذي ضرس أشجار الحكمة في قلوب الصلاة فاجتلى من ثمرة وساياهم ما صفى منها ورق أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه موكنا أن حمده غاية لا تبلغها محامد الحامدين ولا تطاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ معتقدها من الشرك واللفاق وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي اخترق في ليلة المعراج سبع الطباق فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين صدقت لهم في متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم المحبة والأشواق صلاة وسلاما على دماء خطت وسائس السلف على الأوراق فتعذل بها النفوس فأرسلت على الخدود سواكب الأعداق أما بعد فاتقوا الله تعالى فتقواه خير زاد ليوم التلاق واحذروا سخفه واقترعوا ربق معسيته من الأعناق يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما لبعض الله المؤمنين من رام منكم العمامة في الدين فعليه بإذار السبر ورداء اليقين وثمرة السبر رداء بالأحكام وثمرة اليقين الإخلاص مع الاستسلام وكذب قال عبو دربائي رضي الله عنه ظروة العيماني السبر للأكم والرداء بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام لرب العز وجل ومن قرم الاتباء في العمل كان حواف قائده إلى الظلل لذا قال عبو دربائي رضي الله عنه إذا أصبح الرجل اجتمع حوافه وعمله فإن كان عمله تابئا لحوافه فيومه يوم سوع وإن كان حوافه تبعا لعمله فيومه يوم سالح فمبتلي عبد بمتابعة حواه إلا أبغضه ربه ومولاه فكذب قال عبن عبي ليلة ورحمه الله تعالى كتب عبو دربائي رضي الله عنه إلى مسلمة بن مخلد الأنصار ورحمه الله تعالى وقال سلام عليك أما بعد فإن الأبد إذا عمل بمعسية الله أبغضه الله تبارك وتعالى فإذا أبغضه الله تبارك وتعالى بغضه إلى عباده وإن العبادة فإن العبادة ليس بينهم وبين الله تعالى سلة ولا نصب إلا من قدموه لأنفسهم من عمل صالح معشر المسلمين إن النفسها مجبولة على قد المال فالسعيد من شغله ماله في سالح المعال والشكي من شغله ماله عن سالح الآمال فكذب قال عبو دربائي رضي الله عنه فكذب قال عبو دربائي رضي الله عنه أعوذ بالله من تفرقة القلب كيلا وما تفرقة القلب فقال عبو دربائي رضي الله عنه أن يجعل لي في كل واذ المال فكثرة الأموال مشتكة للقلوب وموجبة للحساب بين يدي الأنلام الغيوب وهل المال إلا ما هو معقول ومشروب وما هو منبوس ومركوب كما قال عبو دربائي رضي الله عنه أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم وإسابهم عليها ونهن منها براء وماذا ينفعك كثرة مالك إلا وماذا ينفعك كثرة مالك إن كنت جماء حلوءا فإذا سئلت نفقة كنت شحيحا منوع لذا قال عبو دربائي رضي الله عنه ويل لكل جمع فأغرفاه كأنه مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عند الله أز وجل لو يتفيق لوصل الليل بالنهار ويله بالإساب الغليس وأذاب شديد معشر العباد هل تفكر أحدكم بما صار إليه الآباء والأجداد هل أحضر بين يدي الموج واستعد ليوم معاه فقد قال راشد بن سعد رحمه الله تعالى جاء رجل إلى أبي درداء رضي الله عنه فقال أوسني فقال عبو درداء رضي الله عنه اذكر الله عز وجل في السراء يذكرك في الدراء وإذا ذكرت الموت فاجعل نفسك كأحدهم وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يسيل ومن آذن ما يعينك على حول ما ستلقاه أن تعبد الله تعالى كأنك ترى كما قال عبو درداء اعبد الله كأنك ترى وعد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المزلوم وعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلحيك وأن البر لا يبلى وأن الإسم لا ينسى وتذكر أن انخرام يومك وانسرام الشهر معول لنقص هياتك وعدم عمرك لذا قال عبو درداء رضي الله عنه ابن آدم فإن أرد بقدمك فإنها أنقني من تكون قبرك ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضه ابن آدم إنك لم تذل في حجم أمرك من يوم ولدتك أمه واعتبر ممن تلفت ممن تفلتت من أجساد إم الأرواح وأكثر على جنائبهم من الغدو والرواح فقد قال شريح دين رحمه الله تعالى إن أبا جرداء رضي الله عنه كان كان إذا رأى جنازة قال أغدوا فإنا رائعون وروحوا فإنا غادون موعدة بليغة وغبلة سريعة كفى بالبوت وإذا يذهب الأول فالأول ويبقى الآح لا حلب لأ فمن أودأ قلبه تذكر الموت والمآل لم يغتر ويفره بكسرة بكسرة الآمال ولم يبقى في قلبه شعبة لحسد أحد ألا حسن الحال كما قال أبو جرداء رضي الله عنه من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده فرهب الله إمرأا اعتبر وادكر بهذه المواعيذ والوسايا فتاب إلى ربه واستغفره مما اقترفه من الختايا قال أبو جرداء رضي الله عنه يريد المرء أن يؤطى مناه ويأبى الله إلا ما أراده يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل مستفادة إباد الله المؤمنين وما أهوجنا إلى وسائل السلف السابقين التي تحذب أخلاقنا وتسبت في قلوب الدين في قلوبنا الدين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخوة من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعم في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوه رحيم اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد irm مجيد اللهم كل المؤمنين والمؤمنات اللهم كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم كلنا معيدا ولا تجعل لفاجر علينا يدا وقد نعنا من الدنيا باليسير وهوّل علينا كل أمر عصير واجعل لنا من كل ذيك فرجا ومن كل حم مخرجا اللهم اجمع كلمة المسلمين وعلم بين قلوبهم ووحب بلات أمورنا لما تحب وتردى ونخذ بنواسينا إلى البر والتقوى وجعل هذا بلدا آمنا وضمعنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والحسوك والحسيان وجعلنا من الراشدين اللهم ألب بين قلوبنا وجعلنا من الفائزين اللهم أنذل الأمن على ولايتهم بخاصة وسائرنا جيريا عامة يا رب العالمين اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا رسنا الخاتمة يا رب العالمين اللهم اقضي حوائد من سعلنا الدعاء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وجنا أذاب النار وسل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا